في خطوة كانت متوقعة مسبقا أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيمين نتنياهو تعليق السير قدما في التشريعات القضائية إلى الدورة الصيفية للكنيست التي تبدأ نهاية شهر نيسان أبريل المقبل على وقع ارتقاء مستوى الاحتجاجات وبعد تخبط دام طويلا بين رؤساء الائتلاف الحكومي قرار نتنياهو قصم الساحة السياسية في إسرائيل بين مرحب ومعارض في ظل تباين في صفوف المعارضة بشأن دعوته إلى الحوار حيث دعا بعض أحزاب المعارضة إلى عدم الركون إلى نتنياهو والوقوع في فخه فيما أعلنت منظمات الاحتجاج استمرارها في الاحتجاجات واستعدادها للمرحلة التالية بعد تجميد التشريع نرى أنه لا توجد وحدة في المواقف إزاء تصريح نتنياهو سواء وسط الجمهور ومنظمي الاحتجاجات الذين أعلنوا الاستمرار في التظاهرات أو وسط المعارضة حيث نرى الفجوات في التعامل مع دعوة نتنياهو فجانس ولبيد عينت تواقم الحوار فيما لبرمن وميخائيلي قالا أنه لا يمكن الوثوق بنتنياهو أو الاعتماد على وعوده وبالرغم من دعوة الرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتسوغ إلى البدء بحوار بين الأطياف السياسية المختلفة ومحاولة بث أجواء إيجابية بشأن إمكانية تجاوز الأزمة شكك معلقون في نيات نتنياهو وحذروا من أن رفعه المؤقت للعلم الأبيض قنبلة دخانية بهدف تخدير وتميع الاحتجاج والمعارضة للتشريع وانتظار اللحظة المناسبة لتمرير خطته الكثيرون ممن التقوا نتنياهو في الأشهر الأخيرة قالوا أنه واهم ومنفصل عن الواقع ولا يسيطر على التفاصيل وأن تراجعه في هذه المرحلة ليس لأنه يملك أغلبية هائلة لدى الشعب بل لأن الكثيرين يعارضون الانقلاب وعلى وقع استطلاعات الرأي التي تشير إلى تقدم المعارضة لم يمر قرار نتنياهو من دون أثمان دفعها تحديدا لوزير الأمن القومي إتمار بن كفير بإقراره إنشاء حرس وطني خاضع مباشرة لإمرته الأمر الذي أثار موجة قضب ومعارضة في صفوف الشرطة وخارجها